السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نشرح طريقة تغيير شاشة القفل او اللوكس كريم في الوندوز 10 فراح يكون شرح بسيط ومختصر لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية شباب اول شي تحتاجون تسوونا تضغطون كليك يمين على سطح المكتب وبعدين تروحون على اخر خيار فراح تفتح عندكم هذه القائمة تروحون على الخيار اللي هو اللوكس كريم فمن هنا رح تظهر عندكم ثلاث خيارات الخيار الاول اللي هو شاشة القفل الافتراضية للنظام وعندنا الخيار الثاني تضغطون علىه تقدرون تختارون اي صورة تبغونها هذه الصور الافتراضية فاذا ما عجبتكم هذه الصور تبغون تختارون صورة خاصة فيكم تضغطون على براوز ومن هنا تقدرون تختارون اي صورة ومثلا لو نختار هذه الصورة تضغطون choose فلو تلاحظوا الآن تغير عندي اللي هو شاشة القفل للصور الجديدة فتقدرون تختارون اي صورة وعندنا الخيار الثالث يا شباب هذا الخيار تقدرون تضيفون ملف مجموعة من الصور نفترض مثلا هذه الصور فكذا رح تتغير عندكم شاشة القفل للصور اللي موجودة في الملف يعني كل فترة من الزمن رح يتم تغيرها بشكل تلقائي وإذا كنتوا حابين أنكم تلغونها كل تحتاجون تسوون أنكم تضغطون عليها وبعدين تضغطون على ريموف ورح تلتغي من عندكم فهذا يا شباب كان شرح اليوم أتمنى أنه كان شرح بسيط سهل لا تنسون دائما باللايك والاشتراك ونشوفكم مقاطع ثانية مع السلام